تحيات المحافظة الدكتور احمد شعراو اولا بحية حالك سيدة اللي هو او سيدة الدكتور احمد تحيات الحالك سيدة المحافظ تحيات لك احمد دي وتحيات الجماعات الارمان وجميع القائمين عليها اه الحية طبعا وكان عمدي مبارح عم زكريا والحالة لما شفت صورته من يوم الاربع عادت ادور عليه الان عصرنا عليه يوم الجمعة اخر النهار ها فابلني مبارح النهاردة الحية كنت في جولة عشان الارح خلصتها الساعة تمانية روحت على بيته كويس طلعت البيت اولا اه يعني انا متفقل معانا هيفطر معايا فرم هضان كويس اه ورتله على الكشك وطبعا الكشك ترخص بس هو هينزل مراته هتنزل بكرة تشوف المكان وتنق المكان اللي يبقى فيه شغل رايح جاي كويس مايبقاش فتحنا الكشك في حتة مش شغالة يعني حضرتك بالنسبة للكشك خلاص مافيش مشكلة مافيش مشكلة خالص طيب جمعية الارمان اه وسيادة اللي هو ممدوح كمان مع حضرك سيادة اللي هو سيادة المحافظ بيقولك بيقول لحضرتك انه هيختاروا المكان بس اللي هم يعملوا فيه كشك مكان يكون كويس ربنا يكرمك وبريك لك فعلا كلام سيادتك صحي مكان كويس ثم هياخدوا الترخيص ويختار المكان ان شاء الله ان شاء الله وطبعا كشك بكل البضاعة بالتلاجة كل حاجة بالقرارة احنا عنا معايل ما تعمل مية في المية معايل محافظة ووجدت تواصل مع الجماعية عند حضرتك النهاردة على اساس الكشك والتلاجة والبضاعة تمام والحياة الجماعية مشكورة ما اتأخرتش اه انا حاليا بحاول ابحث ستة تانية كمان بحاول اوفر شاءة بحاول ادور على شاءة كون تحت ادنى بحيس اقدر اوفرها له بدل ما بيطلع على الدول السادس اطلعت السلالم متعرفش هي قد ايه لما بيوصل للدول بتاعه بقى السلالة من السامعة طومة يعني انا يعني كتر خير انه بقى اطلع وينزل حضرتك يا ساتي محافظة طلاح تعدت معاه شفت المكان اللي هو اه طبعا تعدت معايجي ساعة ونص برافو هيل طيب اه 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 فحضرتك دلوقتي احنا اه بالنسبة لعم زكريا الكشك جمعية الارمان وموافقت حضرتك انه على طول الترخيص وجمعية الارمان متكفلة انها هتوفر كل حاجة لعم زكريا وحضرت دلوقتي بتبحث عن شقة لعم زكريا اه بالضبط كده بالضبط دي الاهم ان يوعدش مكان لا يا اخباه اه على قد طلعته ودخلته بحاجة دور اول دور تاني بالكتير اشتركوا في القناة